المارد الأحمر يتقدم بهدفين مقابل لشيء في مباراته مع أبو إير للأسمدة في كاس مصر بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ وحاول زيارة شباك فريق أبو إير لكن الأخير أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي وأبرزها الشيخ وجرالدو باجي إلى أن سجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الديئة 15 بعدما سدت كرة اتدت له بيصار في شباك أبو إير وأشهر محمد سلام حكم اللقاء بطاقة صفراء لبراهيم ريعو لاعب أبو إير في الديئة 19 بعدما أعاق الكرة بيده ومنع هجمه لأحمد الشيخ كاد جرالدو يسجل هدف تاني في الديئة 20 بعدما سدت كرة قوية تقلق محمود الملك وأنقذها في مرمى أبو إير وتوقف اللعب بعد فرصة جرالدو بعدما لمست الكرة يد إبراهيم ريعو مدافع أبو إير في منطقة جزاء فريقه ولجأ محمد سلامة لتقنية الفيديو بعدما احتسب الحكم ضرب الجزاء للأهلي مع طرد إبراهيم ريعو بعدما لمست الكرة يده في منطقة الجزاء وسجل وليس سليمان الهدف التاني للأهلي في الديئة 25 ويواصل الأهلي سيطرته على اللقاء مستغلا فارق الخبرات لصالح فريقه وإن شاء الله يكون فيه مهرجان أهداف النهاردة على نهاية المطش موسيقى